دكتور أحمد جلال أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بيك والحقيقة كنت عايزة في البداية أسأل حضرتك على بعض المصطلحات الشائعة الآن بس يعني ما بنفهمهاش قوي كمواطنين عاديين يعني بنتكلم في مجال المالية والاقتصاد ورجال الأعمال يعني إيه الفروق اللي بينهم أما نيجي نقول مثلا هذا رجل أعمال أو رجل اقتصاد أو بيشتغل في مجال العمل يعني إيه الفرق أولا اسمحيلي أشكرك على الدعوة الكريمة وعلى تواجدي في مبنى ماس بيرو وبصراحة فريق الإعداد عندك هايل ده بس على سبيل الاعتراف بالحق شكرا يا دكتور المصطلحة الاخصاد ده متقيل بشكل عام حتى لدرجة أن بعض الناس بتقول عليها العلم الكئيب هو ليس كئيبا ولا حاجة بس على كل حال نرجع للسؤال بتاع حضرتك بالتحديد الفرق بين رجل الأعمال والاقتصادي فرق كبير جدا الاتنين بيشتركوا مع بعض في أنهم بيتعاملوا مع الأموال أو الموارد إنما الفرق بينهم كبير قوي ليه؟ لأنه رجل الأعمال من غير ما ده يعيبه ولا حاجة شغلته أنه يحقق يستخدم الموارد المتاحة علشان يحقق أكبر مصلحة ممكنة لنافسه فكرة تعظيم الربح بالنسبة الرجل الأعمال أو سيرية الأعمال هو الهدف الحقيقي بالنسبة ليه الاقتصادي بقى شغلته حتة تانية خالص مع أنه بيتعامل برضه مع الموارد والأموال إنما شغلة الاقتصادي لو عارف شغله كويس يعني هو إن إزاي يخدم يستخدم الموارد بشكل كف بحيث أنه يفيد المجتمع اللي هو فيه فحد بيشتغل لحسابه الخاص وحد بيشتغل الاقتصادي بيشتغل للصالح العام الصالح العام بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يفيد مش بس أصحاب الأصول الملاكي يعني وإنما العمال والمستهلك المواطنين بشكل عام فالاقتصاد بيتعامل مع كل أفراد المجتمع وإزاي يخلي أحوالهم أحسن مما كانت عليه أبريكا يعني الهدف هنا مختلف كلياتا كلياتا اشتركوا في القناة